اشتركوا في القناة في العبيد وللعالم المحترفين والهوى واعتبر من اقوى السباقات العالمية واصعبها نظرا لمسافاته طويلة وطبيعة مساراته المليئة بالتحديات وكذا سمو الشيخ ناصر بن حمد ان المشاركة الحالية في سباق شمال الولايات المتحدة للرجل الحديدي تأتي في اطار تطلعات الفريق البحريني لتحقيق النتائج الايجابية والانجازات العالية لرفع اسم وعلم البحرين عاليا في مختلف المحافل مشيرا الى ان مشاركته في السباق تأتي في اطار برنامج التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم بيكونة التي تتطلب اعدادا مغيرا للظهور بمستوى فني راق وصولا الى تحقيق الانجازات التي يصبو اليها واشار اسم وشيخ ناصر بن حمد الى ان السباق يشارك به العديد من الابطال وهو ذو مسافات مختلفة وبالتالي فان الاعداد لها كان مختلفا ووفق التدريبات خاصة تتطلب مثل هذه المسافات الطويلة والتي دائما تكون صعبة من كافة النواحي مؤكدا سموه انه على اتم الجهزية لخوض هذه المشاركة وصى تطلعات وطموحات مختلفة خصوصا في ظل الخبرة التي اكتسبتها من مشاركات سابقة وتطلع الى ترجمتها على ارض الواقع لصناعة انجاز جديد يضاف الى سلسلة الانجازات واضف سموه الى ان المشاركة للفريق البحريني في السباق تأتي في ظل الحرص على الاستفادة من الاجواء الفنية لهذه البطولة ولقوة المنافسة في ظل الحضور المكثف من المتسابقين واضف سموه ان السباق لن يكون سهلا على الجميع في ظل تواجد هذا الكم الهائل من المشاركين الذين وضعوا نصب عيونهم تحقيق المراكز المتقدمة مشيرا سموه الى ان الفريق سيسعى بكل قوة لتحقيق انجاز جديد بعد الانجازات الاخيرة التي حققها على مختلف الاصعدة مركدا سموه ان تواجد الفريق البحريني في سباق تكسس يعد مكسبا كبيرا باعتباره تجربة متميزة وفريدة من نوعها للفريق والتي ستعود بالشكل الايجابي على مسيرته واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره البالغي للجهود الكبيرة التي يبدلها القائمون على هذه البطولة من جهود ملحوظة في ترتيبات والسعدادات مثالية في مختلف الجوانب التنظيمية هذا وقد وصل الفريق البحريني لالترايثلون سلسلة تدريباته اليومية بإقامة تدريبات الدراجات لمدة ساعتين بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية صباحية في السباحة وتسود تدريبات الفرق حالة من الاستقرار الفني ووصول الفريق إلى الجهازية التامة بفضل الخطة الفنية التي وضعها سمو الشيخ ناصر والتي أوصلت أعضاء الفريق إلى الجهازية المتميزة قبل انطلاقة البطولة أملا في مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة للمملكة وشار سموه إلى أن الفريق يواصل تدريباته للمشاركة في البطولة والالتزام بالخطة الفنية الموضوعة التي أوصلت أعضاء الفريق إلى الجهازية التامة من الناحية الفنية والبدنية والتي ستكون هي الأساس في السمرار تحقيق الإنجازات كشي كانت تمام لجواء حلوة ما شاء الله الروتات جميلة قدرنا شوي نفتح ريوننا ونجرب السيكل نجرب قدرة الريل على أنها تمسك باور عالي شوي كل الأمور ممتازة ما حطح سابق حق التوقيت الآن يعني والله يعتمد يعني على الهواء هذا اللي أنا أشوف إن شاء الله أن يوم السباق يكون الهواء أقل لكن إن شاء الله يعني تحت الخمس ساعات في المرحلة السيكل